موسيقى مشاهدين الكرام مهلاً وسهلاً بكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد في هذه الحلقة نستضيف شاعراً شاباً برع في الإعلام تماماً كبراعته في الشعر وربما كانت براءته في الشعر أشد وطأ في نفوس من لا يطيقون بعداً عن قصائده العالية وطأة حب لكراهية إنها قصائد عالية في حب بنغازية التي ينتمي إليها في حب ليبيا وطنه الكبير وفي حب العالم العربي والإسلامي وطنه الأعم والأشمل والأكبر ضيفنا هنا في الأستوديو الشاعر الليبي الجميل جداً محمود العوامي أهلاً بك محمود حللت أهلاً ونزلت سهلاً على بيت القصيد أهلاً وسهلاً بك السيد الأجمل والشاعر الأشعر والإعلامي الأكبر حبيبنا مصطفى مطر حياك الله وبياك أحييك وأحيي أستاذة المشاهدين متابعي قناة الرافدين وكل أهل اللغة والأدب والجمال الشعري وهذه المنحة التي منحنا الله إياها في كل ربوع الوطن العربي هذه المنحة ربما كانت محنة يا محمود أكيد طيب هذه المنحة كما تفضلت بوصفها هي ربما كانت محنة داخل الشاعر الذي تجيش داخله الكثير من المشاعر يظن الناس أن الكتابة أمراً سهلاً أو أمر سهل لكن كيف مشروع كتابة قصيدة جديدة كيف يفرض نفسه على محمود العوامي بشكل خاص بداية الشعر شيء من الإلهام يتملك نفس الشاعر ينزل به كأنه وحي هبط حيث أمر يختلج هذا الحب العظيم الذي يعبر عنه الشاعر بهذه الكلمات والكتابات في صدره حتى يخرج على بنات أفكاره وربما في فلتات لسانه وفي نظراته ويبدو كأنه شعر وكأنه قصيدة هذا الشاعر الذي يحيى مع قصيدته ويحيى مع هذه المنحة تتحول حقيقة إلى محنة حينما يعني من وجوه عدة لعل أنا يعني في نظري وأنتم أدرى وأعلم أن المحنة محنة الشعر تتحول إلى محنة حينما يعني لا يستشعر الشاعر قيمة هذه المنحة هنا تتحول من منحة إلى محنة ويصبح يعني يخبط خط عشواء ويضرب ضربا أعوجا لا يعني رؤية له في شعره وفي قصائده لا يقدر هذا الشعر حق قدره هذا الشعر الذي سار في ركب وفي قطار متواصل العربات منذ الأزل ومنذ أن وجدنا على هذه البسيطة في حقيقة الأمر إلى يومنا هذا نحن يعني جنس لأولئك الذين سبقونا لأولئك الذين برعوا وبرزوا وكانوا سادة في أقوامهم الشاعر كان الشاعر تحتفي به قبيلته أي محتفاء لما له من هذه المكانة لذلك إذا لم يدرك الشاعر هذه النعمة وهذه المنحة التي حباها الله إياه والتي أوتيها يعني بفيض جود أو ببذل مجهود هنا تصير محنة ويعني أرجو أن تكون قصائدنا وأشعارنا وما أوتينا منحا لا محنا لنا لا علينا لنا لا علينا هذه الإجابة الذكية جدا من شاعر حاذق وإعلامي شاهق تستحق أن تجعلنا نتوقف قليلا عند سيرة ذاتية قصيرة لصاحبها أخبر الجمهور العراقي وجمهورنا العربي بشكل عام عما تحب أن يعرفوه عن محمود العوامي في سطور موجزة تفضل يا محمود بداية المحمود العوامي يتشرف جدا يا أستاذ مصطفى بلقائك وبكلماتك الطيبة نحن نأخذ سعادة وبجمهورك الفاضل الذي يدرك حقيقة هذه النعم محمود إدريس موسى العوامي الإسم الربعي موليد بنغازي في الخامس من أغسطس سنة ثمانية وثمانين وتسعمائة وألف يعني أربعة وثلاثون سنة تقريبا الآن خريج جامعة بنغازي دراسات إسلامية ولغة عربية يعني ماجستير في فقه السياسة الشرعية بفضل الله بتقدير منتاز في العام الماضي الآن أنا أتممت سنة عضو هيئة تدريس في هيئة البحث العلمي طرابلس ومتعاون في أعمال أدبية وإعلامية كما تفضلت بالذكر فضيلتك هذه سيرة عن البطاقة الشخصية أو الهوية أما عن الشعر والأدب وهذا الجمال الذي لم فكاك لي منه ففي حقيقة الأمر كانت البداية من كتاتيب القرآن وخلوات القرآن هنا تعلقت باللغة وتعلقت بجمال بلاغة القرآن ويعني إجازه في إعجازه كما يحب أهل التفسيرين يسمون هذا الجمال يعني بعث في نفسي إمكانية التذوق والحس والإحساس والشعور والشاعر يعني ينبع ويظهر بشعره وبشعوره وبإحساسه فإذا يعني اضمحلت أحاسيسه والشعور الذي يكمن في صدري وقلبه هنا يعني تنقص جودة شعره ونحن لا ندعي كمال الإحساس والشعور ولكن هذا المبدأ الذي نحب أن نسير فيه فمن هذا المنطلق بدأت قراءة أشعار العرب قديما وحديثا تعلقت بالشعراء على سبيل الذكر لو يسمح الوقت بدأ بالشعراء الجاهليين الموء القيس النابغة الأعشى حفظت من قصائدهم ومعلقاتهم ثم انتقلت إلى العصرين الذين أحب العباسي والأموي والبحتري وأبو تمام والمتنبي ويعني كل الشعراء يعرفون وكذلك أنت مهتم بالشعر المعاصر أيضا أما في الشعر المعاصر فيقيدني كثير من الشعراء أحب جمالهم وجمال لمساتهم البيانية الأدبية التي في الحقيقة استطاعوا أن يظهروا زهور ربيع جديد في الشعر العربي يعني أحب الشاعر الجميل بدر شاكر السياب نازك الملائكة عبد الله البردوني نزار قباني كذلك محمد مهدي الجواهري أحب من بلدي أحمد رفيق المهدوي أحمد شوقي أمير الشعراء كذلك حافظ إبراهيم هذه الكوكبة تملكتني قرأت شعرها أحببت قصائدها يعني عشت معها قرأت حتى إن كانت لهم كتابات في غير الشعر أحترق لحرقة البردوني وأحترق لدموع محمد مهدي الجواهري حينما يقول في ذمة الله وهو يرثي زوجته ما ألقى وما أجد أهذه صخرة أم هذه كبد أكاد أذوب عندما أستمع إليه وهو يقول نامي جياع الشعب نامي حرستك آلهة الطعام نامي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام هذا الشعر يعني يتملك قلبي وفي الحقيقة أنا أعترف لهم بعظيم الود والفضل هؤلاء الذين هم ليسوا أحياء معنا ولكن من عصرنا أصحاب فضل أصحاب فضل علينا ولا نقطع صيلتهم بقراءة أشعارهم ونبرهم ونصل الرحمة الشعرية هذه التي جميل هذا الوصف نبرهم ونصل الرحمة الشعرية التي بينهم ومن هذا البر أولى القصادة التي ستفتتح بها هذه الحلقة اقرأ علينا ما شئت وسميها كيف شئت أيضا نعم هذا نص بعنوان معلم فوق رمس معلم فوق رمس في مدح خير البريات المعلم الأول والتاج على الرؤوس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال وصدق أوتيت إنما بعثت يتمم مكارم الأخلاق وأوتيت جوامع الكلم حسن تماما فهو الفصيح والبياني والبليغ ويعني شاعر بغير شعب إلى القصيد أضرني فيه مكسي فباعني بيع بخسي وراعني منه لحظ مكحل الطرف نعسي بعمق عمقي منه رميت عن كل قوسي الله أسيره مذرماني من وجنتيه بورسي أفاض في حنينا وساسني كل سوسه أميل في مقلتيه ولا يرق لنوسي يا الله أنا أبيع إذا ما عشقت نفسي بفلسي بنيت فيه حياتي على ركائز خمسي أحبه أشتهيه عشقته حد طيسي أذوب فيه وإني دهيت منه بمسي وكافرا كان جني فكان آية كرسي الله هواه سر هواني أذل وهو المقسي ألذ من ريح بن وقطعة من غالكسي الله وفعله في غرامي كفعل شاس بن قيسي كعشق عبلة عشقي كعشق عبلة عشقي أنا إليه ابن عبسي سموألا كنت منه ولم يكن رأى قيسي ما في الحقيقة إلا الخيال عن بعض حدسي وعيروني أني أخو الضلال بخلسي أما اهتديت لحب الرسول تفديه نفسي الله محمد بهداه يزيل ظلمة دمسي أهيم فيه فيجلو هواه جثمة تعسي ما الليل يحجب مهما يطول طلعة شمسي يا الله وما لبدر تمام إذا تبدى بطمسي أوثان مكة هدت والقدس لليوم قدسي لليوم أشحذ سيفي وعود نبعة قوسي فإن تعثر خطوي دنا بوعدك عرسي يا مشعلا وضياءا ومعلما فوق رمسي له يميل عداه من كل بابا وقسي وسلق ياصرا روم وسل أكاسرا فرسي فكل صاحب عدل يراه زهرة لتسي إن كاثلي كي دين أو كائنا أرث ذكسي فيشهدون جميعا بأنه خير إنسي وأنه خير من قد سمى بلا أي لبسي وفك أسر نفوس أقضها طول حبسي فما على الأرض يحيى المثيل في طهر حسي ولا على جانبيها شبيهه في التأسي أحبه وهو مني مقام سرج لحلسي أحبه وهو تاج مرصع فوق رأسي ملأت منه بقلبي نسائجا من دمقسي على عهودك إني لليوم أصبح أمسي عسايا يوم ألاقيك منك أملأ كأسي عسايا يوم ألاقيك منك أملأ كأسي يا أي هذا المفدى بالروح تفديه نفسي يا أي هذا المفدى بالروح يا زهوة أنسي زرعت في نبض قلبي هدى تجذر ترسي سقيتني منك هديا فاخضر بالحب يبسي فطبت زرعا وسقيا يجود في خير غرسي الله فكلما مال دهري إخال نهجك ترسي به أشد وثاقي أعض فيه بضرسي بك ابتنيت أساسي فكنتني كنت أسي من أخمص القدمين إلى ذؤابة رأسي جعلتك النصف فيه وثلث قلبي وسدسي فكنت كلي وملي سواك زادي ولبسي وكلما ازددت قربا إليك أدرك نفسي الله الله ما أجملك وكلما ازددت قربا إليك أدرك نفسي وكنت يومي هذا وفي غدي وبأمسي إن لم أجزك مديحي فيالي شدة بؤسي عليك مولاك صلى والآل والمتأسي إن لم أجزك مديحي فيالي لشدة بؤسي عليك مولاك صلى والآل والمتأسي ما أجمل هذا التأسي يا محمود ما أجمل هذا النص السيني المحلق شكرا لك كتب كثيرون في حب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في هذا النص سر مختلف حتى أنك جعلت قافيته غريبة مختلفة لا تقع في إطار تشابه مع قصيدة ثانية كما لو أنك تريد أن تستخلص جانبا من حب النبي صلى الله عليه وسلم لك هو كذلك يميزك به على هذا الوصول يميزك به أحسنت يا محمود هي حتى السينية وكذلك الوزن يعني فيه مغايرة لكثير من القصيد التي كتبت ربما أغلب أو أكثر ما كتب في مدح النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن في البسيط وهو الأكثر فبين الطويل والوافر والكامل نعم وكذلك السينية التي يعني لكنك فعلا خرجت عن الإيقاعات الدارجة أو المطروقة بكثرة وذهبت إلى إيقاع ربما يكون مفاجأة لكثير من المشتغلين في اللغة والمتضلعين في الأدب هذا البحر المجتث الشعر اجتثت الحركات مستفعل فاعلاته اجتثت الحركات ومستفعل فاعلاته هذا النص عالي جدا يا محمود ويليق بك شكرا ولليبيا فخر أنك من أبنائها أشكرك ومن أفضل شعرائها الشباب وأنا لا أجاملك وإنما أعطي رأيي كمتذوق لا كناقد متخصص تشد الرحالة من أجل الشعر قد يقول لك قائل ابنك أولى بهذه المصاري الرحال والشدائد والمصاحب وليست الرحالة قد يقول قائل ولدك أولى أهلك أولى حياتك أولى بهذه التكاليف بهذه المصاريف لماذا من أجل اللغة من أجل الشعر من أجل دقائق معدودة من أجل قراءة محدودة تقطاع البلاد والوديان وربما تسافر آلاف الكيلومترات من أجل مشاركة شعرية ما الفائدة لو طلبت مني اختصار الجواب لكان في ثلاث كلمات تفضل لأن الشعر يستحق الله لأن أهل الشعر أيضا يستحقون ولأن الشعر يجمعون ولأن الشعر يجمعون هذا الشعار الجميل الذي يتبنى المهرجان أنا في الحقيقة لا أبخل على لا أقول على الشعر وأهله لكن لا أبخل على نفسي بهذا الفيض من حضور الشعراء ومن مجالسة الشعراء ومن أن أسمع وأستمع إلى هذه الأشعار ونحن هذا فخرنا وهذا ميراثنا وهذا كنزنا الكامل الذي نقابل الأمم به فعلا وانا لا يفوتني عندما ذكرت لي هذه الرحلة والمصاعب التي تواجه فأنا لا يفوتني أن أشكر كل من كان سببا في وجودي هنا بداية بحضرتك وببرنامج بيت القصيد وبقناة الرافدين وبالمهرجان الذي سيكون لنا فيه لقاءات إن شاء الله وتعالى ثم أشكر من ساندني ودعمني رابطة مهجري مدينة بنغازي بالمنطقة الغربية متمثلة في السيد سعد العبيدي مشكور هو شد على يدي ودفع بي إلى هذا المجال وحمد لله اليوم كنت بينكم ومعكم فالشعر يستحق الشعر يستحق وانت كذلك تستحق أن تمثل قصيدة ليبية بكل قوة إلى قصيدة جديدة الآن يا محمود تفضل تابعت يعني منذ مدة في حلقاتي هذا البرنامج الرائع حقيقة لقاء مع الشاعر الكبير الراحل عبد المولى البغدادي رحمه الله نعم كان ضيفنا هنا كان قبل أن يكون شاعرا كان خلقا وكان إنسانا وكان يعني كان وحدويا جامعا أبا رائعا محبا بارعا في شعره متواضعا في شخصه وهو ابن الثمانين وكانه ابن العشرين صاحب ابتسام وروح وأنا لا أزيد على ما هو معروف عنه ولكن هذه قصيدة كتبتها في حياء لأني أحب هذا الرجل وتربطني به وتربطني به بعض الأصلات يعني رفائية النورس أيها الشعر أيها الشعر هل تراك تسلى بالمراث المبكيات وإلا فندب اليوم في فضائك شيخا نورس الشعر عن سمائك أدمع الحزن تزدريك كثيرا خدك الخد بالمدامع بل فيك نبض وجيبه شرح حزن بالغ الطعن لا يجيبك كلا كيف أظهر بيع سوقك جذب وبك الخطو في المحافل زل كيف تصب وشيخ حرفك يمضي للسماوات للجنان تدلى أيها الشاعر الكبير بحجم الشعر والشعر من مثيلك قلا والقريض الذي سباك هواه صار مرا وكان قبل محلا يا رحيلا سلبتني نفح عمري وبقلبي فجائع الدهر سلا وبقلبي فجائع الدهر سلا ذلك الشيخ كان آية عطف وعلى الخير والمكارم دل الله ذلك الشيخ كان سورة حب أيها الحب من لمثلك ظل يا حبيب القلوب يا حبيب القلوب سرت وقلبي بعدك الدرب والطريق أظل يا جميلا يعز وصفك عندي يا كبيرا لدي قدرك جلا يا سماء تضلنا بغيوم تمطر الزهر روضنا والمحلا ونجوما إذا ادل هم ظلام الليل تهدي ويا هلالا أهلا وضياء وأصل كل فضيل وبهاء ونورسا قد تعلّى في الجناد المقام طاب وأسمى من مقام الدنى عسى ولعلّا كل قول كل قول من الرحيل بكاء كل شعر من البيان اضمحل يا الله كل بيت هوى على كل حرف صحيح مبنى من الفراق اعتل هذه العلة التي تسكن القصيدة منبعثة من علة أكبر تسكن روح شاعرها وكاتبها وقائلها ربما كانت الصدمة أو الوجه أكبر من أن يعبر عنه في قصيدة خصوصا إذا ما كنا نتحدث عن قام بحجم عبد المولى البغداد هذا الأب الذي تجاوز بأبوته ليبيا ليشمل أحبابا وكتابا في الأقطار العربية جمعاء ومن يدر ربما له أحباب في عموم الإنسانية لماذا لا ننسى الصادقين يا محمود لماذا لا ننسى الأوفياء هذا سؤال ثقيل سبحان الله يقال الوفاء عزيز فكلما كثر يعني الذين لا يقدرون الناس ولا يعرفون قيمة الإنسان ويستهزئون بالإنسانية ويستهزئون بمكانة البشر وقيمتهم التي فضلها الله كلما عز الأوفياء كلما استرخص البسطاء أو لا أقول البسطاء كلما استرخص أولئك الأذلاء قدر الأنقياء من البشر كلما عز الأوفياء وكلما أدركنا قيمة الوفاء ونحن في عصر يعني نتقلب في خضم النكبات والمشاكل والمصاعد فكلما هوت الأقدام في حفرة تذكرنا أولئك الصادقين كلما مرت بنا نكبة تذكرنا أولئك الفضلاء الذين كنا نتشبث بالعيش من وجوههم ونظراتهم وكنا نتمسك بهذه الحياة لأنهم فيها فكلما رحلوا أدركنا قيمتهم وازددنا تعلقا بهم وعرفنا قيمة الصادقين وعرفنا قيمة الصادقين أحسنت أحسنت يا محمود مشاهدين الكرام الآن نخرج إلى فاصل قصير بعده نواصل ما تبقى في هذه الحلقة لا تذهبوا بعيدا مشاهدين الكرام في الوطن العربي يمكنكم متابعة باثنة على مدار القمر نيلسات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي كما يمكن لمشاهدين في الأنضول والقارة الأوروبية استقبال باثنة على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب أعمودي أهلا بكم أعزائنا المشاهدين ونرحب بكم من جديد ولمن التحق بنا في هذه اللحظات ضيفنا هنا في الأستوديو الشعر الليبي الجميل جدا محمود العوامي ولي أن أقول الصديق محمود والأخوة العزيز جدا ندر الصادقون والأوفياء قلة في هذا الزمن وقبل الحديث في هذا المحور ربما كان هناك قصيدة تترجم هذه الفكرة تفضل يا محمود هذا نص بعنوان الخلص حيث لا ظل يا الله حلو العنوان الثابتون على المبادئ قلة أي والله والحائدون عن الطريق أذلة السالكو وعر الدروبي لأنهم عقلوا بأن الوعر درب الثلة لا تدخر يوم الكريهة صارما أشهره نحو الظالمين ودلة إن الحديد إذا تصلب ما له إلا الحديد شديد بأس فلة كن دفء برد المتعبين كن دفء برد المتعبين وضوءهم وقصيدة صغرى ولو هي جملة الله إن القصيدة حين تحبس في هوى المحبوب كانت فتنة ومضلة الله الحب أن تعطي بلادك مهجة الحب أن تعطي بلادك مهجة وتكون بالحق المبين مولة عظيم الحب إن حاصرته في غمزة أو قبلة عشت المحبة غفلة الحب أن تعطي وتعطي دون ما تسعى مقابله لجمع الغلة أسكب دما يسقي التراب لتملأ الحسناء وردا من دماك السلة أسكب دما يسقي التراب أسكب دما يسقي التراب لتملأ الحسناء وردا من دماك السلة قلمي لحراس الثبات لأنني أحببتهم عشقا لأول وهلة الله والشعر في نصر المبادئ عزة والشعر حسب الظالمين مذلة كن يوم تدعوك المبادئ ثائرا يمحو دموعا تحت مقلة طفلة الرابضون على ثغور سموهم ثارت حفيظتهم بأول جولة الحاملين الحق فوق ظهورهم هم أوقدوا في القلب أكبر شعلة قل للبرية إنهم رباننا إن يسألوك على معاد أهلة دمهم كفيل أن يطهر أرضنا يجتث نبت الغابوية كله صنعوا المضاء الحق وامتثلوا به كالنجم كانوا للأنام أدل إن حورب العدل الأسيف تدافعوا ليكون واحدهم عراه وظلة الله العدل العدل أولى ما تراق له الدمى وأجل ما يزكو لأعظم خلّة العدل أول ما تراق له الدمى العدل أولى ما تراق له الدمى وأجل ما يزكو لأعظم خلّة يا قائلي لا يا قائلي لا للذي بلغ السهى ظلما وعاد ربه وتألّى الله يا كل من جادت دماه لأرضه للحق للمولى لأعظم ملة الآن الآن أزرعها برأسك قبلة لا شيء يعدل فوق رأسك قبلة الآن أزرعها برأسك قبلة لا شيء يعدل فوق رأسك قبلة يا الله كم فارس والدفء كاد يذيبنا في البرد يقرصه ويشعل غلّة كم كم ثائر والبطن يشبع كاد أن يقضي عليه جوعه ويسلّة كم من غيور خرّع باستارة الجلّات أسلمه الجبين وتلّة يا موطن الشهداء أرواح سمت كم بالدمى زادوا لطينك بالله كم وطّدوا بدمائهم حرّية للجيل فانتفضوا على ذي علّة الله بعض البرية كالعبيد العتق يهلكهم يعود للرقيق أذلّة يا الله بعض البرية كالعبيد العتق يهلكهم يعود للرقيق أذلّة مثل الطيور تعيش في الأقفاص لا تدري بأن الكون أبهى حلّة يا كل مكروب بأمسك ترسف الأغلال في كفيك صبرك سلّة فلعلّ ما قد ضاع ليس بضائع يوم القيامة كالجبال لعلّه فلعلّ ما قد ضاع ليس بضائع يوم القيامة كالجبال الله لعلّه لعلّه يكون هذه الخلّص حيث لا ظل كما ترجو الخلّص حيث لا ظل كأنك استخلصتهم لنفسك في هذا العنوان يا محمد السلام عليك الخلّص الخلّص قد يكون هناك مخلصون لكن الخلاصة المخلصين هم خلاصة المخلصين خلاصة المخلصين أحسنت يا محمد نحن نعيش في مرحلة قاسية حتى على المستوى الإنساني هيمنت عصر المادة عصر المصلحة عصر المنفعة حتى أن الناس باتوا يربطون علاقاتهم ببعضهم البعض بالمصالح كيف لنا أن نعود لفطرتنا النقية التي تغيرت لا أريد أن أقول تشوهت هذا في الحقيقة سؤال يؤرق قلوب الصادقين الذين كنا نتحدث عنهم أحسنت لابد في بداية لابد للشعراء كون هذا البرنامج يتحدث عن الشعر لابد للشعراء أن يسلكوا سبيلهم وأن يأخذوا طريقهم في هذا الأمر أن يكونوا بشعرهم دعاة إلى الحياة المعنوية والتعاضد والتناصر والترابط وهذه الألفة الإنسانية التي يحتمها حتى ديننا وأخلاقنا وأن يبتعدوا عن الماديات وكذا ولو كان للشعراء الدور المناط بهم لكان لشعبية هؤلاء الشعراء دور في الاستجابة إلى هذا النصح نحن خلقنا من طين وماء فما قيمتنا إن لم تكن الأخلاق والمعادن النفيسة والأصول النبيلة وهذه العادات التي تعودنا عليها من أخبار أجدادنا الأولين نحن بشر كرمنا الله فينبغي أن ندرك هذا التكريم وأن نجعل قصائدنا وأشعارنا وأبياتنا وكلماتنا وخطبنا وكل حسب مجاله لبنات في بناء الأخلاق يا سلام عليك لبنات في بناء الأخلاق في هذا الجدار الذي انهار أو يكاد يريد أن ينقضف أقامه محمود وأمثاله على لن نكون سببا في قامة هذا الجدار تستحق والله وأنا استفدت منك غاية الاستفادة في هذا السؤال هذا السؤال أيضا طرق قلبي والله تسلم يا محمود بالعكس أنا الأسعد بحواري معك واستماعي إليك وحقيقة لم أكتفي بعد ولن أمل نريد قصيدة جديدة وعساها تكون مطولة هذه المرة تفضل يا محمود اقرأ علينا ما تحب أنا أخيرك يعني بين ماذا؟ بين نص عاطفي ونص وطني هناك نص نوعا ما عاطفي وهناك نص على القدس خذنا إلى عاطفتك القدسية ومن ثم إلى عاطفتك الخاصة التي تحب نعم فلنذهب إلى القدس التي تجمعنا جميعنا أو جميعنا ومن ثم خذنا إلى هواك الذي تحب جميع يرنو إليك فؤادي يرنو إليك فؤادي كيف تقصيه يا مسجدا أوحشوه عن مصليه يا الله قد تصفر الدار إلا من معالمها قد يقفر القلب إلا من غواليه وقد نكون كأن لا بقاء لنا إلا من الوعد في محفوظ تاليه وطفاءة تعترينا غير ماطرة والوعد أن سوف تهمي البيت تسقيه نحن الذين ظلام الهجر بعثرهم عن قبلة المسجد الأقصى وناديه نحن الذين ظلام البين بعثرهم عن قبلة المسجد الأقصى وناديه يا الله في سطوة الحكم من أنذال أمتنا من كل مسلوخ دين عن مواليه لا يضرب الليل فينا ضرب نائلة حتى يرى الفجر يمحو وجه داجيه فلا ننام كأن لا صلاة بنا إلا وصوت بلال إذ يناديه الله أكبر الله أكبر خير من مضاجعنا دهرا بذل طواغيت معاتيه من أسلموا لأعادينا أزمتنا وتوهوا عن سنام الدين باغيه من وسوسوا لأبينا في فرادسه وحاربوا نوح أجيالا من التيه هم أسهموا فرموا في اليم يونسهم ومرموا يوسفا في الجب يؤويه هم أطفأوا جذوة موسى مضرمها وأججوا نار إبراهيم بالفيه هم صف أعداء طاها حين من مازت صفوفه عن صفوف من أعاديه حكامنا وصمة للعارة تلحقنا سجل ذل متى يا رب نطويه لن تستمر سنين التيه ضاربة في أمة الذل لن ننصاع للتيه أين البراق براق المصطفى صهل سبيبه الحق والرحمن ناشيه أين الكرام المشاهير الأولى سجدوا من آدم الأب حتى المصطفى فيه يا الله دار الزمان على العذراء ألبسها أثواب ذل وتفتيت وتشويه أغرى أشاوسها في كل سانحة بكل ذي ترف بال وترفيه قد كان مسجدهم بالأمس وجهتهم بعزة قد سمت عن كل تشبيه واليوم واحدهم أقصى حوائجه أقصى حوائجه من الدنى جولة في الشنزل زيه الله من حرقة تكوي ضمائرنا حزنا على ما مضى للدهر نحكيه لن يصلح الحال في مأخور أمتنا إلا بما قد سمى بالعظب باديه أعزنا الله بالإسلام إن نبغي سواه عزا ففي ذل وتسفيه أعزنا الله في الإسلام أعزنا الله بالإسلام إن نبغي سواه عزا ففي ذل وتسفيه صدقت والله فعلا وقطب أمتنا يا قوم مسجدنا الأقصى وفي القدس فينا خير توجيه القدس محورنا نحو انتصارتنا وما سوى القدس تمويه بتمويه يا أول القبلتين الله شرفه وثالث الحرمين الدين يبكيه يا قدس لي فيك قلبي قد من شغف يهواك والله أدرى بالذي فيه يهواك والله أدرى يا قدس لي فيك قلبي قد من شغف يهواك والله أدرى بالذي فيه يا قدس والجسم أمصار تنوء به والقلب عندك في جنبيك ضميه الله يعلم كم شوق النذوب وكم للبيت للباح في أسمى معانيه كحيلة الطرف والأهداب بللها دمع المآقي لداء من يداويه يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس هذا الصوت ملء فمي يصيح في جسد حي يناديه يا قدس ما بح صوتي أنت ملهمتي وأنت لحن إلى الدنيا أغنيه كوني على ثقة يا قدس أن دمي لا مد لا جزر إلا ما تواريه يا قدس والبون ما بيني وبينك في عيني كما البون بين الدمع والإيه بيني وبينك وعد لست أذكره ولا لشيء لأني لست ناسيه يا مسجدا عامرا في كل ناحية مني وفي كل أجزائي أخبيه أنت الذي تسكب الذكرى بأوردتي على ضمن روح سلسالا وترويه بيني وبينك موعود تدبجه الإسراء لا بد يوما ما سنأتيه لا بد يوما ما سنأتيه بيني وبينك موعود تدبجه الإسراء لا بد يوما ما سنأتيه لا بد يوما ما سنأتيه لا فضفوك ربج الله عن بيت المقدس وحمد المرأة يا حمود اللهم أمين وعن كل أوطاننا المكلومة المهمومة المحرومة المظلومة على ابتداد الخريطة العربية الواحدة محمود ربما هذه القصيدة والقصيدة التي قرأتها بالافتتاح عن النبي صلى الله عليه وسلم تقودانني مع هاتان القصيدتان إلى سؤال من نوع خاص عن لغتنا الغنية كيف لهذه اللغة أن تكون واسعة بالقدر الذي يتيح للشاعر أن يعبر عن حبه لمدينة لم يرها يوما ولشخص وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يره هذه اللغة الواسعة الممتلئة مشاعر وبلاغة ومصداقية وعاطفة جياشة ما الذي يميزها باعتقادك ألا يعتبر هذا لغزا فعلا عاليا القدرة على توصيف أوصاف عالية عن مدينة لم ترها وعن شخص تحبه لكنك لم تره بعد وإن كان النبي نحن في الحقيقة قلوب متنوعة في جسد واحد أرواح في جسد واحد نحن وقدسنا وأمتنا المسلمة هذا الرابط الذي جمعنا وهذا اللسان الذي شرفنا الله به اللسان العربي المبين اللغة العالية الفصيحة البيان النبي العربي الشعر كذلك كل هذا رابط يجمع بيننا حتى لا نكاد نتفرق لذلك أنا أصف ما لم أره وأحب ما لم يعني حتى أخاطب أو جالس لأنه يسكنني لأنني نسجت وركبت وأنشئت من جمع هذه المدينة واحد من هذا الجمع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو شيء في أجزائي وأنا قلت في هذه القصيدة يا مسجدا عامرا في كل ناحية مني الله وفي كل أجزائي أخبيه الله ما أشمل أخبر يعني هذه أشياء امتزجت بأرواحنا تربينا عليها نشأنا على حبها نشأنا على التعلق بها أنا على سبيل المثال حضرتك أيها الحبيب أحببتك قبل أن أراك للرابط الذي جمعنا للشعر الذي حلاك الله به والشعر الذي أنعم الله علي بإدراك هذا الجمال وهذه أيضا نعمة نحن لا يعني نشكر الله على نعمة أن استطعنا أن نجتاز عتبة عدم القدرة على التعبير في صورة شعر هذه نعمة أن عملها بأعين ولكن كذلك نعمة الإحساس التذوق كثير من الناس يسمع الأبيات التي يتصدع لها القلب حزنا أو يعني تحمر لها الخدود خجلا أو يعرق لها الجبين ولا يدرك معناه ولا يعيش معه لكن أعيش في الحقيقة مع بعض الأبيات تهزني وسواء كانت على نسيب الغزل على سبيل المثال هذا الشاعر نزار القباني عنده كلمات يا أخي تهتز لها وجدانك هذه حلقة محمود العوامل وليست حلقة نزار قباني نعم أنا أحب أن أضرب الأمثلة أنا أحبه كذلك ولكن الفكرة أنني أريد استثمار ما بقي من الوقت لأنه ربما الآن جاء موعد القصيدة الأخيرة في هذه الحلقة حسن يكون بيننا موعد آخر ربما يكون قريبا نريد أن تأخذنا إلى هويامك الخاص وغزلك الخاص لنرى روح محمود العوامل كما يكتب شعرا عاطفيا كيف تكون هذا نص قديم نوعا ما كتبته في وقت سابق ولكني هو الموجود معي الآن تفضل بهاء شذ عن الواقع خذنا إلى بهائك قد لا ترى أو لا تلمس فيه تلك اللغة التي أحببتها في نص كل لغتك جميلة يا صديقي السلامة الله وحياك الله حبيبنا نسخت بمحياها ليلا كسرت عن عيني قواقع ألقت سهم الرمش وإني بدم العشق النافذي ناقع جعلتني أضحوك تحب إذ غمزت من خلف براقع أشد الغمزات الغمزة التي من خلف براقع على فكرة ما شاء شيخ محمود جعلتني أضحوك تحب إذ غمزت من خلف براقع شيطانني وإله هواها وهي شهاب يحرق واقع أخذت تلك الدرة عقلي واغتصبت في القلب مواقع يا وشلا يمنح بحياء لطيور عطشا وأساقع فوضى أعماقي تقتلني بوجيب وأزيز قراقع روحي أنفاس ميتة من دونك صحراء بلاقع من كفيك البحر عذاب وبدونهما الشهد فماقع ما أسحرها من سلبتني ببهاء شذ عن الواقع وملامحها لوحة كون صفراء غدائرها فاقع يا عينا جل مخرقها فاتسع الخرق على الراقع تسع الخرق واتسع الرطق على الراقع أنت متزوج يا محمود نعم أنا متزوج أسأل الله أن يسترك إذن بعد هذه القصيدة لهذه القصيدة لمن يعني لحليلتي والله جميل حتى ولو لم تكن ربي يحفظك ربي يحفظك يا محمود سلامك الله وحياتك ومأزحك لأكثر ظل الله أن أسألك أمنيتك الخاصة لليبيا ما الذي ترجه من أجله هي لعلها لو قلت رجاؤك أو أملك سيكون أقرب للتحقيق من الأمنية ولو أن حتى الأمنية يعني بعض أهل اللغة يرى أنه متحقق وهو ما نرجوه نحن في الحقيقة بلادي وكل بلادي المسلمين والعرب لكن بلادي على وجه الخصوص كوني منها وليس لأنها أكثر البلدان تعبا وإلا ففرج الله عن الشام وأهلي وعن العراق وأهليها وعن كل بلدان عربي ليبيا قطعة من روحي أسكنها وتسكنني ليبيا حب يعني انغارس في قلبي ليس لأنها أرض ولأرضها وسمائها وترابها وكذا لا انغارس حبها في قلبي ويعني مد فروعة وتأصل وتجذر لأن أهلها فرضوا علي ذلك الله أهلها أهل كرم وأهل جود وأهل عطاء وأهل ضيافة وأنا من مدينة بنغازي ولو حدثتك عن بنغازي لا يعني بكى قلبي قبل عيني لأني أحببت هذه المدينة بالرغم من أني أعيش خارجها منذ سنوات ثمان لما حدث فيها من أحداث أسأل الله أن يفرج عنها وأن يلوم شمل البلاد شرقها وغربها رجائي باختصار أن تنعم بلادنا بالأمن أن تنعم بالحرية أن تنعم بالأخلاق الفضيلة بشرع ربها بالمحاسن التي ورثتها عن أجدادنا الأولين وبتلك المروء والشأ والبهو الذي عودتنا هذه البلاد عليه أن يؤلف الله القلوب أن يجمع الشمل أن يوحد الصف أن يولي علينا خيرانا وأن يولي علينا من يعرف حقه فينا سيكون هذا ما بقي الصادقون حملت وأصحاب النوايا الصادقة ونحسبك منهم ولا نزكيك على الله لكننا نزكيك على الشعر حمود العوامي الشعر الجميل وصلنا إلى ختم هذه الحلقة ماذا تحب أن تقول في الختام؟ أشكرك أخي مصطفى حقيقة يعني شكر أشكرك شكرا نابعا من قلبي بكل صدق لأنك مهتم بهذا الجانب وتعطي هذه الأمور حقها واهتمام جماعي أشكر بيت القصيد وأهله وأشكر القناة وكل القائمين عليها وأشكر أهل الشعر واللغة والقصيدة في كل مكان وأود وأرجو أن نساهم سويا فيما بقي من أعمارنا لننقل الشعر إلى ما كان عليه من جودة وبهاء وعطاء ورونق وألق بوجود أمثالك الصديقين حتما سيكون والمبدعين الذواقين شعرا ومسؤولية وإنسانية شكرا جزيلا لك محمود مشاهدين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بيت القصيد في الأسبوع المقبل أعدكم بإذن الله وحوله وقوتها أن يتجدد لقاؤنا رفقتكم مع شاعر آخر وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات دائما كونوا في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة